فكرة ان انت بتتكلم المرشح بعينه انه هو مقيد او يعني مش واخد حقوقه ده غير صحيح لما تلاقي المرشح ده كل يوم في محافظة واستقبالات وبيانات وبالعكس واحيانا بحس انه بيغلط في بعض المصريين وابتدى يبقى فيه تجاوز لا يعني مفروض ان احنا نمشي وراه ولا لازم انتو علشان انتو عجب كله مجرد انه هو بيهاجم مصر وبيهاجم الدولة هو ده المفروض المصريين كمان يقولوا امين عليه انا خايفة ان انتو تقولون بعد كده لا يا جماعة هو ده انتو ملكوش دعوا باي اشخاص تانين باي حق بتملوا علينا ده وباي حق بتقولوا مضايقات وشخص انا شايف انبارح في انا المينيا اسيوت في جميع المحافظات موجود وفي جميع المحافظات هو بنفسه بيصور فيديوهات مع مواطنين بيستقبلوا وبيتكلموا معاه وده حقه كمرشح وبالتالي الدولة بتدعمه ان ياخد حقه فانتو بتستنكروا على ايه او بتدخلوا في ايه وان كنت اتمنى قبل ما اطلع بس للفقرة المرشح ده لهو فعلا قلبه على مصر وضد اي تدخل خارجي في شؤون مصر وتدخل بلا اي معنى انه يطلع بيان ويقول ايه اللي حاصله لكن فكرة الصعبانية اللي هو عايش فيها والتصعيد على انه هو مظلوم ده حاجة تخصه هو شخصيا وعايز يروح بمصر الفين المخطط اللي هو جاي بيه الفين هي دي الحاجات اللي لازم نبص وراها لان الامور مش بالشفافية او مش بالنقاء اللي حضرتكم مش شايفين ده خلاص ده النهار ده ست مؤسسات مطلع بيانات ضد مصر يعني اللي اقراها يقول ان مصر دي بلد مش هتعيش بعد يومين